عشر سنوات من العدوان الحوثي على تعز واليمن وما يزال حقد الميليشيا يتركز على هذه المحافظة فيما تتواصل جرائمها بحق المدنيين مستخدمة مختلف الأسلحة بما في ذلك الطيران المسير وعلى غرار جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في غزة استهدفت ميليشيا الحوثي بطيران مسير مدنيين في حي سكني شمال شرق المدينة المحاصرة من ثلاث جهات القصف الحوثي على حي السابع من يوليو أسفر عن إصابة أب ونجله بجروح خطيرة ويأتي ضمن تصعيد من قبل الميليشيا واستحداث مواقع لاستهداف المدنيين وبناء أنفاق ونشر مزيد من الألغام والعبوات الناسفة على الخط الفاصل في قلب المدينة المحاصرة للعام العاشر على التوالي تعمل الميليشيا على مفاقمة معاناة أبناء تعز من خلال قطع الشوارع الرئيسية التي تربط قلب المدينة بجانبها الشرقي في الحوبان واستحداث مواقع تمركزاً لشن عمليات قنصاً وقصفاً بالإضافة إلى إدخال الطيران المسير لاستهداف المواطنين فضائع وجرائم يقترفها العدوان الحوثي يومياً وحصار وقطع للطرق الرئيسية تصفها أوساط حقوقية بأنها أكثر بشاعة من جرائم الاحتلال الإسرائيلية لطول أمد الحصار الحوثي على مدينة تعز وقطع الطرقات الرئيسية ونشر وزراعة الألغام والعبوات الناسفة على مستوى الداخل والإقليم والمجتمع الدولي تكشف قيادة الميليشيا عن حقد دفيناً بخصوص ملف تعز رافضة أي نقاشات لإنهاء الحصار الحوثي ووقف الممارسات العدائية ضد أهالي المحافظة في وقت تواصل الميليشيا مزايداتها على الشعب تارة باسم غزة وفلسطين وأخرى باسم فتح الطرق في محاولة لتحسين صورة ميليشيا عنصرية إرهابية تاريخها الإجرامي يوازي تاريخ الكيان الصهيونية بل ويتعداه بمراحل تاريخها الإرهابية تاريخها الإرهابية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة